صدق الله العظيم صدق الله الواحد القهار العزيز الجبار صدق الله الذي لا إله إلا هو المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا وتقديرا وتدبيرا المتعاني بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا صدق الله التواب الغفور الوهاب الحي القيوم الذي خبعت لعظمته الركاب وذلت لجبروته السعاب واستدلت على حكمته بصنعته أولو الألباب ولانت لقدرته الشدائد الصلاب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي القول لا إله إلا هو إليه المصير عليه توكلنا وإليه متاب صدق الله من لم يزل جليلا صدق الله ذو الجلال والإكرام اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن ولك الحمد كما أنعمت به علينا من نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة حيث أنزلت علينا خير كتبك وشرعت لنا أفضل شرائع دينك الذي ارتضيته لنفسك فأرسلت إلينا أفضل رسلك وجعلتنا من خير أمة وخرجت للناس وهديتنا لمعالم دينك الذي ارتضيته لنفسك اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد اللهم إنك عطفت علينا قلوب الآباء ونحن صغارا وضاعفت علينا نعمك ونحن كبارا وواليت إلينا برأك مدرارا وجهلنا وما عاجلتنا مرارا فلك الحمد إذا ألهمتنا من الخطأ استغفارا ولك الحمد فارزقنا الجنة واحجب عنا بعفوك النار ولا تهتكنا يوم البعث فتجعلنا بين المعاشر عارا ولا تفضحنا بسوء أفعالنا فتنكسنا ذلة وانكسارا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لك الحمد على ما يسرته من صيام رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز الذين يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد اللهم اجعلنا لكتابك من التالين ولك به من العاملين وبالأعمال مخلصين وبالقسط قائمين وعن النيران مزحزحين وفي الجنان منعمين وإلى وديك ناظرين اللهم انفعنا بما صرت فيه من الآيات وكفر عنا به السيئات وهون به السكرات عند الممات اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشعبه ويتلوه حق تلاوته اللهم اجعلنا ممن اتبع القرآن فخاذه إلى رضوانك والجنة ولا تجعلنا ممن اتبعه القرآن فزج فيه قفاه إلى النار اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأحزاننا ذهاباء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا اللهم ألبسنا به الحلال وأسكننا به الظلال وأسبغ علينا به النعم واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين ولا تجعلنا ممن استعوته الشياطين وشغلتوا بالدنيا عن الدين اللهم لا تجعل القرآن لنا مماحلا ولا الصراط بنا زائلا ولا محمد عنا معرضا ولا موليا واجعلوا لنا شافعا مشفعا وأوردنا حوضه وأسكنا بكعسه مشربا رويا سائغا هنيا مريا لا نضمع بعدها أبدا سبحانكما أرحمك سبحانكما أعدلك سبحانكما أكرمك سبحانكما أجودك سبحانكما عبدناك حق عفادتك وما شكرناك حق شكرك سبحانكما أطعناك حق طاعتك اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وعلف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وأهلهم سبن السلام وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبالك لهم في أسماعهم وأبصارهم وأزواجهم وأولادهم أبدا ما أبقيتهم اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك اللهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا وتضع وزرنا وتبهر قلوبنا وتحصن فروجنا وتغفر لنا ذنوبنا ونسألك الدرجات العنا من الجنة اللهم إنا نسألك بواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخرة وظاهره وباطنه والدرجات العنا من الجنة اللهم أنت ربنا لا إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك وعهدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا ونبوغ لك بنعمتك علينا ونبوغ بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا نحن البائسين الفقراء المستغيثين المستجيرين الوجبين المشفغين المعترفين إليك بذنوبنا نسألك مسألة المسكين ونبتغن إليك ابتغان المذن بالذليل وندعوك دعاء الخائف الظليل دعاء من خضرت لك رقبته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونستعيذك من شر ما استعاذك من عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك في هذه الليلة الشريفة أن تصلح شباب المسلمين اللهم أصلح شباب المسلمين اللهم أصلح شباب المسلمين من بنات وبنين اللهم أصلح شباب المسلمين اللهم رد ظالهم إليك ردا جميلا اللهم جنبهم قرنا السوء عاذ الجلال والإكرام اللهم أقر عيون الآباء بصلاح أبنائهم وبناتهم ونسائهم اللهم حذبين إلى الإيمان وزينه في قلوبنا وكرهين إلى الكفر والفسوق والعسيان واجعلنا من الراشدين اللهم أصلح نساء المسلمين اللهم أصلح نساء المسلمين واحميهن من التبرج والسفور ومن تقليد نساء الكفرة واليود اللهم اجعلهن صالحات مصلحات طاهرات نقيات تقيات متسترات واجعلهن في الجنات الحواضرات منهن خاصة والغائبات اللهم أصلح نات أمور المسلمين واجعلهم نصرة للدين اللهم هيئ لهم البطالة الصالحة الناصحة من المسلمين اللهم وفق بنات أمور المسلمين عامة وولاتنا خاصة للعدل في رعاياهم والرفق بهم والاعتناء بأمور دينهم ودنياهم اللهم حببهم إلى الرعية وحبب الرعية إليهم اللهم وفقهم لإزالة الملاهي والمنكرات ويوار المحاسل وأنواع الخيرات اللهم اقذب في قلوبهم حب الخير وأهله وبغض الشر وأهله اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذر الشرك والمشركين اللهم انصر وارفع من به رفعة للدين اللهم انصر المجاهدين في سبيلك اللهم انصرهم على عدوهم اللهم قوهم وثبتهم وأعنهم يا ذو الجلال والإكرام اللهم دمر اليهود والشيوعيين والكفرة والرافضة والملاحدة المسدين اللهم خالف بين كلمتهم وشتت شملهم واضعف قوتهم وأيبس الطعام في أمعائهم اللهم سلط بعضهم على بعض وأيتم أطفالهم وأرمي النساءهم وسلط عليهم الآفات المهلكة والأمراض المستعصية والكوارث المدمرة والزلازل المروعة والحروب المحرقة اللهم جمد الدماء في عروقهم اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا اللهم مخصص اللهم مخصص من بينهم اللهم مخصص من بينهم اللهم مخصص من بينهم طاغوة إيرانا ومن شايرة اللهم اخصص من بينهم طابوا تأيران ومن شايعه يا ربنا اللهم يا منقذ يونس من بطن الحوت ويا منقذ البيت العتيق من أبره أنقذ المسجد الأقصى من قبرة اليهود وخلصه من كل كافر جحود اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين السوء فأشغله بنفسه وشتت شمله وأدم فقره وأفسد أقله وقطع نسله وأعظم همه وغمه وعرضوا للفتن يا رب العالمين اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين والمسلمات الذين شهدونك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم وأوصلهم بالماء والثلج والبرد ونقي من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم اجعل قبورهم مفائض صلواتك ومقار رهباتك وبغ إحسانك ومجاري عفوك ومفرانك حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وبجودك واثغين وإلى أعلى درجاتك سابقين واخصص بذلك الآباء والأمات والبنين قبل أن يشتمل الهدم على البناء والكذر على الصفاء وينقطع من الحياة حبل الرجاء وتصير المنازل تحت أطباق الثراء وقبل أن يصير الربح ويلا والصبح ليلا والقطر سيلا ويسحب الموت على أهل السماوات والأرض ذيلا وقبل أن يكون الشيخ الكبير وشيبتا والكهل الخطير وخجلتا ويقول المذنب المسيء وخيبتا ويقول الطفل الصغير وحزرتا وخجلوا منه وأشفقوا وختم على أفواهم فلم يمضقوا اللهم أهل القبور من المسلمين رهائن ذنوب لا يطلقون وأسرى وحشة لا يفتون وغرباء سفر لا ينتبرون محد دارسات الثراء محاسن وجوههم وجاورتهم الهوام في ملاحد قبورهم فهم جمود لا يتكلمون وجيران قرب لا يتزاورون وسكان لحد من الحشر يساقون وفيهم محسنون ومسيئون ومقصرون اللهم من كان منهم مسرورا فازدوا كرامة وسرورا ومن كان منهم معذبا ملهوفا فابدل حزنه فرحا وسرورا اللهم انقل أموات المسلمين جميعا من ضيق اللحود ومواضع الدود إلى جنات الخنود في سدر مخبود وطلح ممضود وظل ممدود وماء مسكور اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والبسحة والسرور وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم انقلنا بالقرآن الكريم من الشقاء إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن السخط إلى الرضا ومن الفقر إلى الغنى ومن اللساة إلى الإحسان ومن الذل ومن الدل إلى العزة ومن البدعة إلى السنة ومن الإهانة إلى الكرامة ومن أنواع الشر كله إلى أنواع الخير اللهم أنس وحشتنا بطاعتك يا مؤنس الفرد الحيران في مامد القفار وتداركنا اللهم يا مدرك الغريق في نجج البحار وخلصنا يا مولانا بفضلك من شدائد الأهوال والأخطار اللهم ارحمنا إذا درس قبرنا ونسي اسمنا اللهم ارحمنا إذا درس قبرنا ونسي اسمنا وانقطع ذكرنا ولم يذكرنا ذاكر ولم يزرنا زاكر اللهم ارحمنا إذا واران التراب وفارغنا الأحلى والأصحاب وارحمنا في حلول دار البلاء وطول القامة بين أطباق الثراء واجعل القبور واجعل القبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا افسح بها ضيق ملاحدنا وارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا وثبت عند الضراء بجسر جهنم مزلة أقدامنا ونجدنا من تراب يوم القيامة ومن أهوال الطامة وبيض وجوهنا وبيض وجوهنا إذا سودت وجوه العصاة يوم الحسرة والندام اللهم هون علينا سكرات الموت وغمراته وغصصه وكرباته اللهم ذكرنا النطق بلا إله إلا الله إذا يبس منا اللسان وضعف الجنان وارتخت اليدان وبردت القدمان وشخصت العيلان اللهم ذكرنا النطق بالشهادة إذا أدنا الرحيل وأزفتنا حويل وارتفع الأمين وعرق الجبين وضاق النفس اللهم اجعلنا ممن يبشر عند الموت بروح وريحان ورب راض غير غضبان اللهم سكن رعبنا وآمن خوفنا وارحم ضعفنا إذا تشققت السماء بالغمام ونزل الملائكة الكرام وطال القيام وتعبت الأقدام وعرية الأجسام اللهم سكن رعبنا إذا اشتدت الأحزان ونصب الميزان وبرزت النيران اللهم سكن رعبنا إذا جئ بجهنم تقعد بسبعين ألف زمام ولا تغيض وشيط وزفير اللهم سكن رعبنا وآمن خوفنا في اليوم الموعود إذا شاب المولود واشتد العطش وكثر العرب وتغيرت الألوان واشتدت الأحزان اللهم سكن رعبنا وآمن خوفنا إذا كثر البكاء والصياح وارتفع الصراح اللهم اعتق رقابنا من النار 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 ووالدينا ووالديهم وذرياتنا ومشائخنا وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا وقف السائلون ببابك ولذا الفقراء وقفت سفينة المساكين على ساحن بحر كرمك يرجون الجواز إلى ساحة رحمتك ونعمتك إلهنا ندم المفرطون على تفريطهم في طاعتك وخجن العاصون وخجن العاصون حياء من مراقبتك وأطرق المذنبون من جلال هيبتك إلهنا إلهنا نقف متجهين إليك معترفين بذنوبنا وثقصيننا إلهنا أنت ملاذنا إذا باقت الحيال وملجأنا إذا انقطع الأمل إلهنا أنت ملاذنا إذا باقت الحيال وملجأنا إذا انقطع الأمل إلهنا فلا تخيذ رجاءنا ولا تصرف وجهك في القيامة عنا وأقر في القيامة عيوننا إلهنا أنت الجواد الذي لا تبخل والحليم الذي لا تعجل أنت الذي تستر على العاصين وتقبل توبة التائبين وتعفو عن الخاطرين إلهنا يا ذو الجلال والإكرام من الذي لجأ إلى جنابك فطرته ومن الذي لجأ إلى جنابك فطرته ومن الذي تاب إليك فما قبلته ومن الذي طلب فما أعطيته إلهنا فافظ علينا من بحر جودك العميل ونعمنا بالنظر إلى وجيك الكريم وجعلنا من ورثة جنة النعيم إلهنا إن كنت لا تقبل إلا من الطائعين فمن للمذنبين إلهنا إن كنت لا ترحم إلا المجتهدين فمن للمقصرين أم زالنا إلهنا فجللنا من عطاياك وشفع المحسنين منها بالمسين إلهنا أغلقت الملوك أبوابها وقامت عليها خزانها وبابك مفتوح للسائلين إلهنا أطعناك بمنتك فلك الحمد علينا وعصيناك بجهلنا فلك الحجة علينا نسألك ألا تحرمنا رؤيتك ورؤية نبيك في دار كرامتك اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم وما قسمت لنا في هذه الليلة الشريفة من خير وبركة وعافية فاجعل لنا منه أوفر الحظ وأجزل الأقسام اللهم اجعل شهرنا شاهدا لنا واجعلنا فيه من العتقاء من النار واجعلنا فيه من العتقاء من النار اللهم إن كان في سابق علمك أن تجمعنا في مثله فبارك لنا فيه اللهم إن كان في سابق علمك أن تجمعنا في مثله فبارك لنا فيه وإن قضيت بقطع آجالنا وإن قضيت بقطع آجالنا وما يحول بيننا وبينه فأحسن الخلافة على باقينا وأوسع الرحمة على ماضينا وأوسع الرحمة على ماضينا وأمنا جميعا برحمتك اللهم اجعل ختمتنا ختمة مباركة على من كتبها وجمعها وقرأها وأمن على دعائها اللهم أنزل من بركاتها على أهل القبور في قبورهم وعلى أهل الدور في دورهم اللهم اجعل اجتماعا اجتماعا مرحوما وتفرقنا تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما اللهم اجعل عملنا صالحا مؤرسا لنا في الخروة إذا أوحشنا المكان ولقضتنا الأوطان وفارقنا الأهل والجيران وانقرجنا في محل رنك قصير السمت من غير بياد ولا وسان ولا تقدم موزاد ولا استعداد إلهنا فتداركنا هنالك إلهنا فتداركنا هنالك برحمتك الواسعة وأذب عنا ظلمة القبر بالأنوار الساقعة اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا سوءا إلا صرفته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضولا إلا هديته ولا والدا إلا رحمته ولا ولدا إلا أصلحته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا حيران إلا دللته ولا عدوا إلا خذلته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك أيضا وللا فيها صناح إلا قضيتها ويسرتها يا ذو الجلال والإكرام اللهم إنك قلت وقولك الحق أدعوني أستجب لتم فنحن قد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إلا هنى دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا ولا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين ولا عن جنابك محجوبين ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين